القانون القانون ليس بمجرد عن البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي وانا بعتقد القانون رحيم طالما هو كان يطبق على الكافة ومعيار واحد فهو رحيم لكن بجوز الاخوان وما بدي ينفهم كلامي اني انا مع الدائن ضد المدين او العكس الاخوان حكوا عن الموضوع المتعثرين بس فيه بالمقابل فيه طرف اخر اللي هو الدائن طب ما هو مصير الدائن نعم هناك ازمة مالية اقتصادية هناك متعثرين ما قبل كورونا ممكن او كيد بعد كورونا زادت حالات المتعثرين او زاد الوضع سوءا لانه فيه ازمة اقتصادية اصلا منعاني منها كاردن قبل موضوع الكورونا الان القانون سيدي القانون الان الان القانون في حبس المدين طبعا بس انا خليني انوه بالنسبة لبعض من الاخوان القانونيين قد يكونوا الاجتماعيين على السوشال ميديا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ذهب الى تفسير ان هنا ان لا يجوز حبس المدين لانه الاعلان العالمي للحقوق المدنية والاجتماعية يمنع حبس المدين صحيح والاردن موقع عليه لكن الاردن كحكومة حتى يصار الى تطبيق القانون التطبيق الاتفاقيات الدولي يجب ان تأخذ شكل التشريع اذا يجب ان تقدم الى مجلس الامة وثم ترفع الى جلالة الملك حتى تصبح قانون وهي اعلى من القانون اذا تعارضت مع القانون المحلي تطبق هي فانا يعني حبس المدين وارد ما بتعارض مع اي اتفاقية دولية توقعتها حكومة المملكة الاردنية هاشمية انا بحكي من حيث التشريع لكن هي غير ملزمة هي غير ملزمة هلأ نرجع للموضوعنا اعتقد القانون بحاجة لتعديل للامان القانون بحاجة لتعديل ولكن ليس القانون التنفيذ طبعا هو اللي بيعالج هذا الموضوع انا ما بدي احكي في قانون القانون العقوبات فيما تعلق بالمادة 421 بالنسبة للشكات هي الحبس اللي خلينا نحكي المدين فقط الشكات في قانون العقوبات المدى 421 اطفت حماية جزائية على الشك الان بنرجع لقانون التنفيذ قانون التنفيذ بحاجة الى تعديل وبحاجة ملحة الى تعديل اي مدى 22 اعرف نعم اذا نسعرضها الزمراء حبس المدينة يجوز الدين ان يطلب حبس مدينة اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية ومقدراته المالية خلال الاختار على ان لا تقل الدفع الاولى بموجب التسوية على 25 مئة من المبلغ المحكوم به صحيح اذا خليني انا احكي ما بدي انصب نفسي مدافعا عن الدائن لكن هي معادلة السيدة المعادلة فيها طرفين انا بعتقد قانون التنفيذ مهما عدل لا يمكن ان يرضي الطرفين تماما كقانون لما كينوا مستأجرين معادلة مؤجر ومستأجر لا يمكن بحال الاحوال ان يكون منصفا مئة بالمئة يكون منصف اذا كان قانون لكن ممكن تجور على طرف على حساب الاخر وهنا الدائن احنا مش سمعين صوت الدائن اليوم لانه الدائن خلينا نحكي ما اخذ حقه في حبس اليوم في حبس المدين ما اسموع صوته المدينين ما اسموع صوتهم المتعثرين ما اسموع صوتهم لكن بكرة اذا ما صار في تعديل على قانون التنفيذ والغى الحبس نسمع الصوت الاخر احنا اليوم نسمع صوت جهة متضررة سنسمع صوت الدائن اذا ما الغي او تعدل بكل تأكيد بكل تأكيد بعدين خلينا نحكي مع احترام البنوك اخي محمد الحبس خلينا احكي مش فقط للبنوك والشركات يعني انا بدي احكي شغلة قد يكون احد الاشخاص تقاعد واخذ مكافأة نهاية الخدمة واشترى شقة فيها واجرها هو يقتات من هذه من حصيلة او ايجار الشقة من بدل الايجار يقتات بشكل شهري طب هذا وين يروح اذا المدين المستأجر خلينا احكي ما هو المستأجر مدين اذا ما دفع له وين يروح برأيي برأيي يجب تعديل ان لا نغالي في موضوع الحبس الحبس يجب ان يكون موجود الحبس حتى يدفع المدين لانه باغلب الاحوال ما بيدفع المدين يجب ان يبقى اه بعتقد نعم بعتقد نعم اخوي ابو علي هذا في ظروف طارئة اليوم بدونزيد المشاكل الاجتماعية ما هو هذا صاحب الشك المرتجع رجع له شك وهو رجع له شك ما الفائدة اخوي ابو علي ما هي الفائدة ما هي الفائدة انا بدي احبسه ما هي الفائدة ما في الفائدة فئة التجار زادت المشكلة الاجتماعية والاقتصادية من بتعامل بالشكات خلينا يحكي بشكل عام اللي بالتجار بتعامل بالشكات على الأغلب انت بتحكي عن فئة التجار فئة التجار هو مدين وهدائن يعني فيه التزامات إله وفيه التزامات عليه نعم احنا أنا مش مع تطبيق الحبس كما هو في القانون الحالي لا بكل تأكيد يجب الحد من الحبس يجب تقليل مدة الحبس يجب أن يكون الحبس يعني يجب أن لا يكون هناك تكرار في الحبس بمعنى أنه الآن مدين رئيس سنفيذ له حبس المدين لمدة تسعين يوم كل سنة عن هذا عندين وعندين آخر تسعين سنة وعندين آخر تسعين سنة لا أنا بحكي يجب أن يكون هناك وفيه مقترحات أعتقد فيه مقترحات لكن الحبس يجب أن يبقى يجب أن يبقى مع بعض التعديلات خلينا